صحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة هذا البرنامج يأتيكم ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع فأهلا وسهلا بكم هذا محدثكم محمود يوسف يحييكم ومن الإخراج محمد الصفار ومن التنسيق لخة شواق مسعد وتحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في هيئة الصحة بدبي كل الأمنيات بأن تكون هذه الحلقة خفيفة ومميزة فيها المعلومة التي يعني تهمكم جميعا عموما نستهل حلقتنا بسلسلتنا الإخبارية لهذا اليوم نبدأها بخبر يقول طبية دبي تعتمد 2627 طلب تصريح مواقف لدوي الإعاقة حيث اعتمدت اللجرة الطبية العامة بدبي منذ عام 2009 حتى نهاية العام الماضي 2627 طلب تصريح مواقف لدوي الإعاقة توزعت على مختلف فئات الإعاقة إذن صلتنا الضوء كذلك نحن على هذا الموضوع في حلقات سابقة تقريبا من يومين أو ثلاثة أيام تكلمنا عن هذا الموضوع بشكل مفصل أيضا هناك خبر يعني لمحبي الشوكولات الكاكاو يقول عنوان الخبر الشوكولاتة تحسن عملية الإدراك في الدماغ حيث اكتشف العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل يحلون المسائل الفكرية أفضل من الآخرين الذين لا يتناولونها أصلا وقيم العلماء قدرة المشتركين في الدراسة على اختيار الاتجاه الصحيح في المكان وقيموا كذلك ذاكرتهم العلمية القدرة على التعامل مع المعلومات وذاكرتهم اللفظية القدرة على تذكر الكلمات وقدرتهم على التركيز في مواضيع معينة بغية التوصل على ضوء الأجوبة التي أعطاها كل منهم إلى النتائج المرجوة فاكتشف الباحثون أن الذين يتناولون الشوكولاتة مرة واحدة في الأسبوع كانوا أفضل في حل المسائل الفكرية مقارنة بالذين لا يتناولونها ولم تتغير هذه النتيجة عندما أخذ العلماء في الحسبان العمر والجنس ومستوى التعليم ومستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول والسكر في الدم وتناول المشروبات الكحولية وكمية السعرات الحرارية التي يحصل عليها أسبوعيا كل من المشاركين أيضا في خبر يقول الخل لعلاج التهاب القولون التقرحي حيث يساعد الخل على علاج أمراض الجهاز الهضمي المختلفة ومن بينها التهاب القولون التقرحي بفضل حموضته المرتفعة فقد اتضح لعلماء الصين من نتائج الاختبارات التي أجروها على الفئران المخبرية أنه يمكن استخدام الخل بنجاح في علاج اضطرابات وأمراض الجهاز الهضمي ومن ضمنها التهاب القولون التقرحي بفضل حموضته العالية والتهاب القولون التقرحي هو التهاب غشاء القولون وظهور تقرحات تسببها بكتيريا معينة في الأمعاء ويؤكد العلماء أن إعطاء الخل للفئران المخبرية أدى إلى زيادة عدد البكتيريا المفيدة للجهاز الهضمي وإلى علاج التهاب القولون التقرحي إضافة لهذا تبين أن استخدام الخلف في العلاج يخفض مستوى البروتينات الضارة أيضاً ما ننتقل شوية لبعض الأخبار اللي شفناها في ملحق البيان الصحي والذي يصدر بالتعاون ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة البيان وهذا الملحق يصدر كل يوم أحد مع الصحيفة الرسمية لصحيفة البيان عموماً من بين الأخبار اللي بختار لكم إياها فيه خبر يقول هناك طريقتان لتناول الأدوية من دون اختناق شو هذه الطريقتين؟ يبدو أن الطرق تناول الأدوية تستحوذ على اهتمام الباحثين حيث أوضحت دراسة ألمانية طريقتين لتناول الدواء تعدان الأفضل وتعتمد الطريقتان على نوع الأقراص لمن يجدون صعوبة في بلع العقاقير الطبية واختبرت الدراسة التي عكف عليها باحثون في جامعة هايدل بيرغ تناول 151 بالغاً لستة عشر نوعاً مختلفاً من الأدوية بما مجملة 283 قرصاً وكبسولة دواء كاشفة عن أفضل طريقتين في بلع الأدوية تتعلق الطريقة الأولى بالأقراص الاعتيادية وتلك كثافتها أعلى من كثافة الماء وفي هذه الحالة فنوضع القرص وسط اللسان وشرب الماء من القارورة مباشرة أفضل طرق البلع وبلغت فعاليتها 66% يعني تحط القرص اللي كثافته أعلى من كثافة الماء في نص اللسان الكبسولات الطريقة الثانية تختص بالكبسولات وتلك كثافتها أقل من كثافة الماء وهو ما يجعلها تطفو في الفم فلا تحتاج إلا لكمية ماء قليلة تصل إلى 20 مليمتر مع الانحناء بالرأس إلى الأمام وبلغت فعاليتها 88% يعتقد الباحثون أن هاتين الطريقتين هما الأفضل لتناول الأدوية من دون اختناق طيب أتذكر قبل أول ما دخلنا مجال التقديم كانوا يعلمون بعض التمارين اللي يعطون إياها لمخارج الحروف هنا أنا ذكرت هذه التمارين ليش؟ لأن أقرأ لكم هذا الخبر الخبر يقول قلم الرصاص علاج للصداع تفاصيل الخبر يقول مع ضغوط الحياة اليومية والإيقاع السريع لعصرنا الحديث أصبح الصداع من أكثر الأمراض شيوعا بين الناس سواء الرجال أو النساء وبالرغم أن الصداع يباغت الشخص دون إنذار مسبق ربما بعد يوم مشحون في العمل أو بعد اجتماع مجهد للأعصاب فإن التغلب عليه بات أمرا سهلا للغاية حسب اختصاصية التجميل الدكتورة جين ليونارد التي نصحت بوضع قلم رصاص بين الأسنان حلا سهلا وفعالا للتخلص من هذا الصداع دون الحاجة إلى الإسراع في تناول المسكنات يعني تحطون قلم رصاص في حلجكم ليونارد تقول أن معظم أنواع الصداع التي تنتاب الإنسان سببها عصبي ناجم عن الشعور بالضغط أو الإرهاق أو التوتر أو الإحباط وضافت أن الصداع ينجم عادة عن تشنجات عضلية في الوجه والرقبة والفكين وفروة الرأس مشيرة إلى أن هذه التشنجات تكون مرتبطة أيضا بعضلات الفك ويمكن أن تكون مؤشرا إلى ما يسمى بالتهاب مفصل الفك أو خلل المفصل الصدغي الفكي وأكدت ليونارد أن وضع قلم الرصاص بين الأسنان دون الضغط عليه يمكن أن يساعد على ارتخاء عضلة الفك ومن ثم تخفيف حدة الصداع الناتج عن التوتر أنا بحط قلم حبر أي حينة وأحاول أتكلم معاكم أتمنى مخارج الحروف تكون جيدة جربت هذا التمرين وايد أيام ما كانوا يأهلون زملانا الأساتذة الكبار في التقديم الإذاعي والتلفزيوني حتى في التقديم المسرحي اليوم اكتشفت أنه بعد كان يشيل التوتر والصداع هذا على حسب البحث العلمي هذا لكن أيضا حاولوا تتكلمون وانتوا حاطين القلم بالعكس بتشوفون هذه التمرين تساعد على النطق السليم هم ينصحون قلم رصاص وأنا بعد أنصح قلم رصاصي شوية أضعف من أقلام الحبر عموما نحن مواضيعنا مستمرة مستمعين بعد الفاصل إن شاء الله منتطرق لبعض المواضيع الخاصة بالأمور الطبية وبعض الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في مختلف المجالات اللي حاب يتداخل معانا ممكن أن يتصل على رقم 600551414 أو على الرسائل النصية على الرقم 4-006 4-006 فاصل إن شاء الله ونرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وأوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتألقة دائما ببرامجها ومواضيعها إذاعة نور دبي مستمعين حقق قسم الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي بمستشفى حتى إنجازات متعددة خلال العام الماضي ساهمت بشكل فاعل في تحقيق أعلى مستويات الرضا لمراجعي المستشفى من مختلف الفئات العمرية كما ساهم في تخفيض عدد الحالات المرضية المحولة إلى مستشفيات دبي للحديث عن خدمات وإنجازات الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي بمستشفى حتى يسعدنا ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور رامي خالد أبو الفول أخصائي الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي بمستشفى حتى صباح الخير دكتور صباح الخير كيف الحال الله يسلمك دكتور يعني يليت إذا تعطينا فكرة عامة عن الخدمات التي تقدمونها في القسم عندكم والشيء بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا على صباح تضافتكم للبرنامج طبعا بالنسبة لمستشفى حتى قسم الباطنية طبعا يعتبر من الأقسام الحيوية في مستشفى حتى حيث يقدم طبعا طاقمه والطبي المؤهل خدمات طبية متميزة عبر استخدام أحدث البروتوكولات والنظمة الطبية ويقدم طبعا خدمات تشخيصية وعلاجية لما يقارب تقريبا ستين مريض من المرضى الداخليين شهريا وتقريبا 4759 مريضا للعيادات الخارجية شهريا هذه حسب إحصائيات طبعا 2015 توفير الخدمات والرعاية الصحية طبعا للمرضى الداخليين طبعا الذين يعانون من أمراض مزمنة حتى فضلا عن تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية لمرضى العيادات الخارجية وبالإضافة لذلك طبعا يوفر طريقنا الطبي في قسم الباطنية خدماته الاستشارية على مدار الساعة للاختصاصات الأخرى داخل المستشفى جميل إحنا عيادات فرعية في المستشفى حتى تم استتاحها منها عيادة الباطنية عيادة الجهاز الهضني عيادة الروماتزم وعيادة السكري وعيادة القلب وعيادة السمنة هذه تم استحداثها مؤخرا دكتور نعم اللي تم استحداثها مؤخرا هي عيادة طبعا السمنة بتركيز يعني على الطب الوقائي أكثر من العلاجي لأنه في عنا نسبة كبيرة من المرضى يعانون من السمنة طبعا إحنا في المستشفى حتى من أحد الإنجازات اللي إحنا تمناها إنه إحنا أطلقنا مؤتمر السكري والسمنة العام الماضي في شهر 11 طبعا كانت أول مؤتمر يطلع من المستشفى حتى طبعا كان المؤتمر يهدف يعني إلى التوعية وتدريب الكادر الطبي بكورسات كانت موجودة في المؤتمر طيب دكتور أنواع الحالات المرضية اللي تراجع القسم عندكم والله إحنا عندنا طبعا مختلف أنواع الأمراض البطنية طبعا ما يشمل فيها أمراض القلب المزمنة أمراض السكري عدم انتظام السكر لبعض المرضى طبعا الأمراض الجهاز التنفسي والتهابات الجهاز التنفسي بعض الأمراض الجهاز الهضمي منها أمراض القولون تقرحي وطبعا أمراض الكبد منها الكبد الوبائي بي وسي وتليف الكبد طبعا اللي كانت تدخل عندنا في المستشفى بعض كمان التحويلات اللي بيجينا من الأقسام الأخرى من قسم الأقسام الثاني من قسم الأعظام قسم الجراحة اللي احنا طبعا منضطيها كباطنية ومنساعدهم طبعا كله لصالح المريض جميل دكتور أنا تحدث في البداية أن الإنجازات اللي تحققت في المستشفى حتى ساهمت كذلك في تخفيف الضغط على باقي مستشفيات أو عدد الحالات المرضية اللي كانت تحول إلى مستشفيات دبي هني أبغي أسأل عن دور القسم عندكم في تقديل عدد الحالات المرضية المحولة لباقي مستشفيات دبي نعم فعلا نقد بالنسبة لقسم الباطنية خفت كثير عملية تحويل المرضى بسبب إدخال خدمات طبية وتشخيصية استاهمنا كثير في نشر الوعي وحملات طبعا توعوية في مختلف أنحاء المستشفى وحتى وطبعا وفتتحنا عيادات خصوصية فرعية تخدم المريض وتخدم المجتمع المستاهم يعني أنه تخفيف المسافة بدل أن المريض يروح مثلا يتابع في عيادة الجهاز الخضمي في مستشفيات أخرى تابع على الهيئة يعني هي قريبة لإلوه ممكن يجي على مستشفى حتى ويتابع معنا بفتح ملف وإن شاء الله بإذن الله في الأشهر المقبلة رح نفتح قسم للمناظير في مستشفى حتى طبعا برضو كمان للتخفيف من تحويلات المرضى من أجل إجراء عملية منظار تشخيصي في مستشفيات أخرى طيب دكتور إذا تسمح لي أنا شوية بتكلم عن الأمراض الباطنية هي الاعتلالات التي تصيب أجهزة الجسم محل البطن بشكل يعيقها أو يمنعها من أداء وظيفتها مسببة بذلك أعراضا تدل عليها وتختلف باختلاف العضو المصاب وحدة الإصابة فغالبا ما تصيب أعضاء الجهاز الهضمي وامتداداته الآن دكتور أمراض الباطنية مشهورة ومتنوعة يمكن هي تصيب غالبية عظمى من الناس هني أبغي أتحدث عن أشهر الأمراض الباطنية اللي الواحد لازم يعني يكون على معرفة ووعي بها طبعا الأشهر الأمراض اللي هي مرض السكري اللي هو صار يعني مرض العصر اللي يصيد يعني كثير من الناس يعني لدولة الإمارات العربية المتحدة طبعا إحنا دورنا في مستشفى حتى هي التوعية ومتابعة المرضى بعطاءهم بعد كمان أجهزة أجهاز قياس السكر طبعا ليتابع حالته كمان في البيت ويجب لنا قراءاته في العيادة طبعا ونتابع حالته ونشوف هل أدوية السكر هي ملائمة لألو أو يجب تغييرها أو إضافتها حتى طبعا كل مريض واحتياجاته والمرض الثاني اللي هو بعد السكر اللي ممكن هتبرو اللي هو السمنة طبعا إحنا افتتحنا عيادة السمنة في المتشفى حتى لمتابعة المرضى بمشاركة قسم التغذية طبعا وقسم الرياضة عندنا أو قسم اللي هو الإلاج الطبيعي لمساعدة المرضى على أنهم يخففوا وزنهم والتقليل من الآثار الجانبية الاستمنة اللي هي تؤثر على القلب وتخلي المريض أنه معرض أكثر لمرض السكر طيب دكتور فيه سؤال يقول ما هي الاختبارات التي تجرى لفحص الجهاز الهضمي عنا حاليا في مستشفى حتى قسم المناظير اللي حيفتحوه لكن حاليا إحنا ما عنا يعني أي شيء يعني لنظارة مثلا أو شيء أنه نقدر يعني نعمل إلاج تشخيصي للمرضى كما سبق وأنا قلت يعني أنه رح نفتح قص المناظير لحتى نخفص المشوار على المريض إلى مستشفى مستشفى أخرى طيب أنا أتكلم بشكل عام دكتور يعني الآن الأمور اللي يحتاجها الشخص أنه لازم يسويها على أساس أنه أول شيء نعزز موضوع الوقاية عنده والوعي ثاني شيء إذا كان مصاب أو حاسبي بعض الأشياء شو المفروض يسوي بشكل عام أنا ما أتكلم الآن فقط عن المستشفى حتى لا أنا أتكلم عن المريض بشكل عام فشو المفروض يسوي المستمع على أساس أنه يقي نفسه من أمراض الجهاز الهضمي طبعا إذا طبعا أي عوارض للجهاز الهضمي من إعياء أو ألم في البطن ألم في المعدة بالذات بعد الأكل أو يصيب مثلا إثهال أو إمساك مزمن يعني يجب عليه أنه ياخد موعد ويجي على أيات الجهاز الهضمي للمطابعة ولتشخيص حالته بالذات في مرضى كثير يعانون من نفخة وحموضة إذا ممكن يكون سببها بكتير المعدة يمكن أنه يعني بالتسب معين في عنا في المستشفى عن طريق الدم أو عن طريق البراز أنه نشخص حالته إذا كان عنده الجرثومة هذه ونعطيه العلاج اللازم ومتابعة طبعا خلوه من هذه الجرثومة جرثومة المعدة اللي ممكن يسبب آلام معدة أو حموضة أو نفخة أو إلى آخر طبعا المريض يعني أي عوارض يتعرض لها يفتشير الطبيب فيها للعلم أو لإجراء اختبارات معينة وممكن يعني أنه يكون علاجها يعني يعني بسيط أو تغيير نمط الحياة أو تعديل الأكل اللي هو بسمه الدايت فهذه كلها طبعا نحن ننصح المرضى دايما أنه أي عوارض يتعرض لها يزوره الطبيب ويعملوا في حصات اللازم دكتور هناك أسئلة تتحدث عن القرحة قرحة المعدة يا ليت إذا إذا ممكن نعرفها للمستمعين ما هي القرحة وما هي الأمور اللي نحتاج أن نحن نسويها للوقاية من هذه الأمراض بالنسبة لقرحة المعدة طبعا تشخيصها بيكون عن طريق المنظار قرحة المعدة أو قرحة الأثنى عشر بتكون طبعا لها عوارض الأكل بعد الأكل طبعا حس المريض أنه فيه عنده ألم شديد ممكن يكون ألم أول ما يأكل أو الألم يكون بعد مص ساعة من الأكل طبعا والألم هذا ممكن يصحي ألم المعدة ممكن يصحي من النوم بألم شديد وبسبب قلة الأكل البريض يخاف أنه يأكل فممكن ينزل وزنه بسبب يعني خوفه أنه يكتير عنده ألم لما يأكل فهذه الأعراض اللي ممكن نقول عنها عن طريق الأسئلة اللي ممكن نسألها للمريض أنه ممكن يكون عنده قرحة المعدة أو الأثنى عشر طبعا وتشخيفة زي ما أنا قلت أنه بيكون عن طريق المنظر ممكن ناخد خزعات منها طبعا ونوديها المختبر ونشوف شو طبيعة هذه القرحة إذا كانت في المعدة أما إذا كانت في الأثنى عشر طبعا فغالبيتها بيكون حميد وتحتاج فقط لإلاج بكتيرة الهيليكوباكتر فايلوري لأنه هي السبب الرئيسي لظهور هذه القرحات بالمعدة طيب دكتور سؤال يقول أنا أعاني من غازات شديدة في البطن وليس عندي علم بكيفية التخلص منها في هذه الحالة طبعا المريض لما يجي عنا على العيادة في عنا طبعا إحنا أسئلة نسألها للمريض أنه هذه النفخة متى بتكون ضلطة يعني هل هي بعد الأكل مباشرة هل هي الأكلات معينة في بعض الناس يعني بعض الأكلات اللي هي البطوليات بشكل عام أو الألبان ممكن استبدوا هذه النفخة هل في إلها عوارض هل في عوارض أخرى لهذه النفخة هل في آلام في أسفل البطن هل مصحوبة بحرقة في المعدة أو حرقة مثلا بحمودة تطلع في المريض طيب دكتور بشكل عام غازات البطن شو هي طرق العلاج لها؟ في بعض الأدوية إذا كانت مصحوبة بارتجاع مريئي ممكن يكون سببها جرثومة المعدة ممكن يكون إذا كانت مصحوبة بإمساك أو إسهال مع آلام في البطن ممكن تكون القولون العصبي فإلاجها طبعا يختلف في بعض الأدوية اللي هي ممكن تتاعد في تقليل هذه النفخة والابتعاد عن الأكل اللي هو ممكن تبدو هذه النفخة وفيه طبعا بعض الفحصات اللي هي فحص اللاكتوز ممكن أو القولون العصبي بشكل عام طيب دكتور أنا أتذكر معلومة كانت تقول ما أدري إذا هذه معلومة يعني حقيقة علمية ولا لا يقول إن الشخص السليم يطلق غازات بمعدل 14 إلى 25 مرة يوميا يعني هل هذه المعلومة السليمة ولا لا؟ والله الصراحة أنا ما عندي إلمام يعني أنه 14 إلى 25 ما في عدد معين يعني أنه حسب الإنساني حسب حجمه وحسب في ناس عندها مثلا الأمعاء بتكون متهيجة ممكن الغازات تطلع منه أكثر من 25 في ناس لا ممكن يكون أقل مثلا من 14 ممتاز طيب إذن إذا إذا ما تكلمنا عن الأسباب المؤدية لتجمع الغازات مثل ما ذكرت دكتور هي أنواع الأغذية أيضا ممكن تكون منها الإفراط في الأكل تناول مشروبات الغازية على دفعات كبيرة نعم طيب في أسباب ثانية هو الغازات أنا زي ما أنا قلت أنه أحد أسباب يعني مرض القلون العصري اللي ممكن يسبب الغازات هذه أو جرتومة المعدة اللي ممكن يسبب الغازات جميل جميل إذن دكتور رامي خالد أبو الفولة خصائي الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي ومستشفى حتى نحن شاكرين لك توجدك معنا وشاكرين لك الرد على السفسارات الجمهور كذلك ونتمنى لكم التوفيق في جميع الفعاليات اللي تقومون فيها في مستشفى حتى في جميع الأقصام شكرا جزيلا لك يا دكتور شكرا شكرا بارك الله إذن كان معنا دكتور رامي خالد خصائي الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي بمستشفى حتى عموما مستمعين أيضا هناك العديد من الخطط المستقبلية لفتح المزيد من التخصصات لخدمة منطقة حتى ضمن مستشفى حتى يعني ذلك يعني ضمن التوجهات اللي تطرحها الهيئة في دعم جميع مستشياتها بمختلف الكوادر الطبية والكفاءات القادرة على تقديم المستوى الصحي المناسب لجميع المتعاملين مع الهيئة عموما بعد الفاصل نحن ما ننتقل إلى العيادة الذكية نشوف شو فيه عندهم هناك وشو الموضوع اللي طرحينا فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة والجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي مستمعين يعني في مبادرة دائما نحن نركز عليها اللي هي أطلقتها هيئة الصحة بدبي عبر حساباتها في التواصل الاجتماعي أو فيما يسمى بالإعلام الجديد هذه المبادرة هي العيادة الذكية العيادة الذكية يوم تناقش موضوع العمليات الجراحية والتخدير تزامنا مع فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للتخدير والتي تنطلق فعالياته اليوم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان براشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي وذلك في مجمع محمد براشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية نحن نتحدث عن هذا الموضوع من خلال استضافتنا عبر الهاتف من العيادة الذكية دكتور شريف محمود أخ الصلاي أول تخدير وعناية مركزة بمستشفى لطيفة صباح الخير دكتور صباح الخير بحضرك أهو وسلم تعبتنا ليه ما وصلنا لك يا دكتور أسفين كنا على التويتر شم عالش ايه والله أنا بس أحب أذكر المستمعين بأن العيادة مستمرة نحن طلعنا الدكتور من العيادة العيادة ممكن تتابعونها كذلك على حسابات الهيئة اللي هي DHA underscore دبي أو من خلال الوسم العيادة الذكية أو هاشتاغ smart clinic وأيضا بتشوفون فيها ومضات كذلك من خلال حسابات الهيئة اللي تحت نفس الاسم DHA underscore Dubai في الانستغرام وكذلك يمكن متابعتها بالصوت والصورة عبر النقل المباشر من خلال برنامج البرسكوب على نفس اليوزر كذلك اللي هو DHA underscore Dubai دكتور نرجع لمحور حديثنا نتكلم عن التطورات المتلاحقة التي شهدتها مهنة التخدير خلال السنوات الماضية ممكن يعني ناخد أول شيء نعرف المستمع عن تخصص التخدير وأهميته والتطورات اللي شهدها مبدئين بالنسبة للتخدير بدأ من قديمة زمن زمن دوله من قبل الميلاد من شعوب ومن حضرات مختلفة تطور مع الزمن ووصل في القرن الثامن عشر حتى بدأ مع جينو سنو وفي نتيجة أب أو والد التخدير للعالم جينو سنو ثم بدأ التطور والتحديث عن طريق التقدم في التكنولوجيز والتقدم في الدراسات والأرحاس العالمية التخدير يعني بتقديم خدمة للمريض نقبل على جراء عملية جراحية وهو عدم إحساسه بالألم عدم إحساسه بجراء العملية ضمان وجود مسكن قوي ومسكن تعالي أثناء العملية وماذاعد العملية ضمان الحفاظ على سلامة الأجهزة الحيوية والحفاظ على كل ما يهم من بما فيها النواحي الاجتماعية والنواحي الأسرية وبياخد في الاعتبار أيضا وضع حالة كاملة وصورة كاملة للمريض من قبل إجراء العملية وأثناءها وبعد العملية التطور اللي شاهدوا لتخدير في السنين السابقة كان بيشمل ظهور أبحاث ودرسات مدنية على حصيات من كل مقتلة في الدول العالم بتؤدي لوجود نوع من البيز إرزانس أو توافق ابنائي على استخدام أدوية معينة أو استخدام تكنيك معين لإجراء التخدير للمريض لضمان سلامة والحفاظ على حياة المريض أثناء العملية وماذاعد العملية طيب دكتور شو هي أنواع التخدير؟ نحن لنعرف تخدير موضعي تخدير عام فيه أنواع مختلفة يعني في هذا التخدير؟ ده صحيح بينقلت من التخدير عام وتخدير موضعي التخدير العام وهو يتمثل في أعطاء أدوية بيكون في المريض ملوم تنوين كامل البنج الموضعي والتخدير الموضعي بيتم عن طريق مختلف التقنيات عن طريق إبر بتوطى في الظهر أنا بكلم بالبساطة بس علشان نوصل كل الصورة الإبر اللي بتتم في الضهر دي في منها إبر عادية وفي منها إبر بيتتم دخول أسطرة للضهر وده بيتم بيها تخدير موضعي لمكان معين لإجراء عملية معينة بعض الأماكن زي الأطراف من القدمين أو الساقين عند إجراء عملية يمكن تخدير موضعي العصب واحد وده من آخر التقنيات اللي موجودة حالياً هو استخدام الألتراساوند أو الموجات فوق الصوتية لتحديد العصب في اليد أو في الزراع أو في الإصدار لهذا العصب تخدير موضعي بحيث يتم إجراء عملية معينة في نفس المكان التخدير وده بيحتفظي المريض بكل حيوية وعمل الأجهزة الكاملة من الموقف إلى القلب إلى التنفس كل هذا العمل بيكون طبيعي ولا يشعر المريض بأي ألم أثناء العملية دكتور يعني إذا سألنا ما هي محاسن أو مساوة كل طريقة في التخدير فشو ممكن نقول يعني؟ بيتم اختيار طريقة التخدير سواء التخدير العام أو التخدير الموضعي بناء على حالة المريض الصحية بتعتمد أيضاً على نوع العملية الجرحية التي سيتم إجراءها عند تحدود خطة التخدير قبل العملية بتتم ما بين طبيب التخدير وتطبيب الجراحة والمريض بيتم وضع نقاش كامل لما هي فوائد هذه الطريقة والأعراض الجنبية لو أنها فوائد التخدير الموضعي أكثر من فوائد التخدير العام فده بيبقى نوع من العمومية أو شمالية بمعنى أننا بنقدرش نحدد ككلام مرسل لكن حسب كل حالة المريض نفسها وحسب العملية الجراحية بيقال أن هذا أفضل طريق كمثال عند إجراء عملية قيصرية لسيدة حامل فيفضل إجراءها عن طريق التخدير الموضعي وده بيبقى حسب السراتيجات كل هذه بتقول أن أفضل حاجة عليها هو التخدير الموضعي لكن بعض الحالات لا يتم فيها إجراء التخدير الموضعي وده بيرجع لوجود موانع معينة منها مثلا رفض المريضة لإجراء التخدير الموضعي أو بعض أدوية بتزيد من سيولة الدم لا يمكن إجراءها أو وجود التحابات أو وجود ميكروب معين في الدم كل ده بيمنع من أعطاء المريض دكتور هنا أنا أبغي أسأل يعني كيف يمكن للمريض أن يشارك في اختيار طريقة التخدير المناسبة لحالته كيف أنه ممكن يشارك الطبيب كذلك في اتخاذ قرار سؤالي في منتال الزكاة وراجعة جيداً هذا السؤال بيتم داع عن طريق مقابلة ما بين المريض وبين طبيب التخدير في عيادة التخدير وبتتم قبل إجراء العملية بيقوم الطبيب التخدير بعرض كل أنواع التخدير إلى المريض بشرح وافي ومفصل وكافي لكل فوائد التخدير أعراض هذه الطريقة الأثار الجنبية الخطورة في هذه الطريقة وبيقترح على المريض الطريقة الأنسب من وجهة نظر دكتور التخدير بتتم المشاركة أن المريض بيكون على ذراية بنسب الاستفادة بنسب الأعراض الجانبية بنسب الخطورة بيتم تقييم كل هذا بناء على الخطة التي يتم وضعها قبل إتمام عملية أو إتمام عملية التخدير نفسه جميل دكتور هني برجع أتحدث عن أقسام التخدير في مستشفات الهيئة يا ترى شو هي الإمكانيات والأجهزة المتوفرة عندكم؟ وأيضاً تحدثنا عن مسألة احتساب كميات الجرعات التخدير المناسبة للمريض؟ تماماً حالياً بيوجد على مستوى حائط دبي صحية مستشفات متخصصة مثل مستشفة لطيفة فهي متخصصة في النصر والأطفال وعليه بيتم استحداث كل الأجهزة أو الأدوية بيتم متابعة أحدث ما وصل إليه من أجهزة أو من أدوية يمكن أعطاها من تقنيات يمكن أعطاها خصوصاً أنه إحنا فيه تطور وفيه موضة للتطور السريع الموجود في العالم حالياً البيئة الشئية أو الهيئة صحية دبي بتماثل أو بتوازي كل السنتر العالمية في الأجهزة سواء من استحداث الأجهزة أو تحديث الأجهزة أو من الأدوية بالنسبة لمستشفات زي راشد طبعاً من أكبر المستشفات في الترومة أو في الحوادث وبيتم فيها عمليات مخ وعصاب وعمليات جراحة عامة وتعرق على أعلى مستوى مستشفى دبي فيها كل الخصوصات من قسم جراحة مخ وعصاب وقسم جراحة القلب وإضافة للجراحات العامة يوجد عملية بالنسبة لسؤال الحربية الثانية عملية كيف يمكن حساب الجرعة التخدير بيتم حساب جرعة التخدير بناء على وزن المريض وعلى عمر المريض والوزن هنا حياناً بيتم فيه نوع من الـ الكنفوجين أو عدم التراث ما بين الوزن الحيي أو الوزن الأيديل أو الستاندرد المثالي بيتم حساب جرعة التخدير على حسب الوزن المثالي ولا يسأل الوزن الكلي أو الوزن الخطيس لأن بعض المرضى بيكونوا مصابين بأمراض سنة وبيكون الوزن جائد في الحالات اللي زي دي لما بياخد جرعات التخدير حسب الوزن بتاعهم كل الجرعات اللي موجودة دي بتتخزن في نسبة الدهون اللي موجودة في الجسد وبيبقالها بعد كذا أثار جانبية في أنها بتقلل من فرصة الإفاقة على مدى فصير وبتزود من نسب الخطورة أو نسب العرض الجانبية دكتور شريف يعني كلمة أخيرة تبغي توجهها جبل ما يختم معك بوجه حديثي لكل المستمعين بأنه التخدير حاليا زي ما بنقول موبايل فريند وهو أصبح أيضا قسم محبب وقسم صديق لكل المرضى بما فيهم المرضى الجراحيين المرضى المقدمين على جرع عملية جراحية بيتم ذا محبب إزاي يعني يا دكتور يعني يزعون مخدرات أو ليش لا هو بنزيل كل الشكوك أو كل التخوفات من مسامع المستمعين الكرام لأنه حضرك عارف أنه فيه تخوف دائما كانت من التخدير والقرعة الزيادة والإنفاءة حاليا مع التطور الموجود مع الخبرات مع الأبحاث العلمية مؤتمر زي مؤتمر دبي للتخدير والمعرض اللي بدأ فعالياته اليوم بيارد آخر الأبحاث العلمية وده سنويا بيؤقد هذا المعرض وبيتم فيه عرض أحدث الأبحاث وأحدث الدراسات العلمية واللي بيتم تطبيقها في نفس اليوم في دبي بتدي نتيجة حيلة جداً للمريض نحن إن شاء الله نحن نسلط الضوء كذلك على مؤتمر ومعرض دبي الدولي للتخدير في القادم من الحلقات دكتور شريف محمود خصائي أول تخدير وعناية مركزة بمستشفى لطيفة نحن نشكرين لك هذه المداخلة واسمح لنطلعناك من العيادة الذكية شكراً جزيلاً دكتور واللي يبغي يستفيد أكثر حول هذا الموضوع ممكن يتابع حسابات الهيئة DHA أندرسكور دبي على تويتر أو عبر البريسكوب بالصوت والصورة وأيضاً سوف تكون هناك ومضات لهذه العيادة عبر حسابنا في الإنستجرام عموماً مستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم نتمنى لكم إجازة نهاية السبوع سعيدة في الختام لا أملوك إلا نتقدم بالشكر الجزيل لكل ضيوفي اللي شاركوني في هذه الحلقة ولكم مستمعين على رسائلكم النصية اللي وصلتنا وكل الشكر لمخرجنا محمد الصفار وفي التنسيق كانت معنا لخة أشواغ مسعد وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي